معت وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئ للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ودع وزير الداخلية في البرقية الله جلت قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وازدهار لمصرنا الغالية وأن يوافق جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاه للوفاء بمسؤولياته الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة مؤكدا أنه سيظل أبناء مصر والجال الشرطة منهم لديهم كل العزم والتباتة في مواجهة تحديات متفانين من أجل رفعة الوطن وعزته كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئ للمستشار الدكتور حنفي جبال رئيس مجلس النواب راجيا من المولى عز وجل المزيد من التوفيق والسداد لمؤسساتنا التشريعية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئ للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ متواجها بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر ويجعلها على مر الزمان منارة تهدي الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئ لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد فيها استقبال عام جديد تتواصل خلاله مسيرة العمل الوطني نحو مستقبل يحمل الأمال في مواجهة التحديات وتتكامل فيه الجهود بعزيمة وإرادة لا تليينة لإنجاز المزيد من طموحات الشعب المصري العظيم متواجها للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وسلام على مصر الغالية موسيقى